بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات كتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيم لمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ننظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكوا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرة بصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم لأوا بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ونقد علمنا المستقدمين منكم ونقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ونقد خنقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خنقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للمنائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبنيس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لمكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل نخوانا على صرر متقاملين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا علي فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجرنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطننا لمنجرهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع جبارهم ولا ينتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك لمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء آهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ونقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين